اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين ان شاء الله تكونوا بخير في هذا الفيديو بش نقدمه 5 نصائح لكي تنجح في اليوتيوب النصائح هذه لم اقدمها انا بل ابو فلا ابو فلا هو من هو صانع محتوى مشهور في العالم العربي وحتى في العالم 40 مليون مشترك بداء اليوتيوب من حتى شيء بصفر مليم وصل لنجاحات كبيرة في هذا الفيديو كان قدم خمس نصائح شخصية بحسب تجربته لكي تنجح في اليوتيوب ان شاء الله تلقاه هذا الفيديو في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق مثبت خلينا نقوله الان النصائح بتشترك في القناة تفعيل الجرس بصوركم كل جديد خاصة العمل ورحمة الترنت في قناة عالم امين وعندو اسسر يتسير يجب ان تواصل معنا على جميع معوقات الاجتماعي الخاصة بنا ونبدأ بالنصيحة الاولى والتي هي كما قال ابو فلا تحب شغلك يعني المحتوى اللي انت بش تقدمه يعني يجب ان تكون تحب هذا المجال حتى تستمر حتى تقدم الاضافة بتبعض الحال ويجب ان تكون تحب العمل والفيديوهات وتظهر على الساحة كل هذا يعني بالمختصر انك تحب الحاجة اللي تعمل فيها لكي تستمر لكي تتميز في المجال ولا حتى تنجح النصيحة الثانية وهي الاستمرار حبك للمجال هو اللي يخليك تستمر حاجة من بين الحاجات نسبة محترمة كي انت تحب الحاجة اللي قاعد تعمل فيها تستمر في العمل واحنا نحكيو عالاستمرارية العديد من اليوتيوبر اشتغلوا نشروا فيديوهات انتشروا ولكن انقطعوا على اليوتيوب لعدة اسباب حتى تنجح في اليوتيوب عليك ان تستمر في العمل لسنوات طوال وتعمل محتوى ممتاز ومحتوى جيد وعلى الاقل فيديو في الاسبوع اذا نحكيو احنا استمرار تقعد بستة اشهر مطابط فيديوه اذا لا يعتبر استمرار وصعب جدا كونك تنجح اللهم يكون المحتوى بتاعك ورائع جدا وضو جودة عالية وصعب جدا ولانه نشوفو النصيحة الثالثة واللي هي البيئة المحيطة بك البيئة اللي انت تعيش فيها تأثر عليك سلبا او ايجابا نحكيو هنا على البيئة العائلة الاصدقاء المجتمع بصفة عام تجمع العائلة تكون ترفض انك تكون صانع محتوى وانك تلتزم ووقتك كامل لليوتيوب يمكن العائلة تقول لك لا الاصدقاء يقولون لك فيش قاعد تعمل ما عندك مستقبل اليوتيوب ما يخلص الجواكاية والمجتمع هذا ينظر لك بنظرة فيش قاعد يعمل حقه بشاشة خدمة وغيره هذما الحاجات يجموا يعني يأثروا فيك بالسلب وتجم تنقطع على اليوتيوب أنا شخصيا خدمت من 2018 وما سمعت حتى حد وكملت في اليوتيوب تقريبا ما تأثرتش بالبيئة والمحيط لكن هذه الحاجات الحاجة الثالثة واليانسيحة انك تحاول تنجح حتى تسكت الجميع كما يقولوا والعائلة تكون موافقة على العمل المتاعك والاصدقاء بالعكس من اللي نظرة تكون سيئة واللي يفتخر بيك او بولت حمدنا ولا معروف على الصعيد المحلي والدولي حتى المجتمع بعد تنجح يشوفك منظرة كبيرة النقطة الرابعة واللي هو خليك بنفسك يعني ما تشوفش وما تقارنش نفسك بالكما نقولوا احنا المنافسين ما تقولش المنافسين في المجال متاعك يحقوا آلاف المشاهدات وماليين المشاهدات ركز في نفسك فقط حاول انك تستمتع وتكون سعيد بالانجازات اللي عملتها وبعد ذلك حاول انك تطور من نفسك وتستمر في العمل ونقولوا احنا المستوى متاع المشاهدات الشهرية متاعك وصلت للخمسين الف ميسيري تكون فرحانه افرح بالانجاز اللي عملته كما قلنا خمسين الف مشاهدة شهريا لكن حاول تطور من نفسك حدد اهداف مستقبلية انك توصل مائة الف ومائتين الف مشاهدة شهريا ما تركزش مع المنافسين اركز في نفسك وحاول انك تطور من نفسك بالنسبة للنقطة الخامسة واللي هي التوكل على الله انك تجتهد تستمر تاخد بالاسباب والتوفيق والنجاح من عند الله هذه متفقين فيها الناس الكل تجرب تعمل كل شيء لكن ما تنشح في اليوتيوب مع توفيق والنجاح من عند الله اذا هذه كانت نصائح حسب تجربة صديقنا ابو فلا وتجربته هي ونصائحه هو العديد من الناس تجم تقدم نصائح على حسب التجربة الخاصة به هلالك العديد من صنع المحتوى على اليوتيوب يحكيوا اشياء تقنية يمكن تسمح لك كونك تحسن من الوستوى متاعك وتحسن في المشاهدات وبالتالي تجربة توصل الى النجاح نلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى نحكيوا على اليوتيوب نحكيوا على كتابة المقالات والربح من التدوين ومجالات ومواضيع مختلفة من قناة علامة مين نتمنى التوفيق والنجاح للجميع الى اللقاء